وإلى محافظة إربد حيث نفذت إدارة السير خطة مرورية للحد من الازدحامات التي شهدتها شوارع المدينة قبيل عيد الأطحى المبارك خصوصا في منطقة الأسواق رئيس قسم سير إربد الرائد طارق الفرحات أوضح لرؤية تفاصيل الخطة التي تم وضعها لضمان سيابية الحركة بحيث تعتمد على تفريغ الشوارع الرئيسية باتجاه الفرعية في حال شهدت ازدحامات خانقة وزيادة عدد أفراد شرطة السير في جميع الشوارع لتنظيم الحركة تم تنفيذ خطة مرورية محكمة في هذا التوقيت تماشى مع الكثافة المرورية وأقبال إخوانا المواطنين على التسوق لا سما داخل الوسط التجاري ومحيط ذلك كما تعلمون كمدينة إربد هناك توسع أفقي في الأسواق وانتشارها في مدينة إربد وقت الغروب هناك بعض الكثافة وتضعف الكثافة المرورية نلجأ لبعض أحيانا التحويلات اللحظية كمثال على ذلك شارع الحصن ما بين حين والآخر تكون هناك كثافة من دول القبة باتجاه شارع الحصن نلجأ إلى الطرق البديلة لبعض الوقت خمس دقائق مثلا ثم تعود الأمور إلى مسارها الطبيعي ترجمة نانسي قنقر